وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني مسؤول الوزارة وأجهزة المدن الجديدة بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخلفات البنائية وتقنين أوضاعها وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح في بعض مخلفات البناء أصدر الشربيني قرارا بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقا للترخيص الصادر ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح وذلك تقديرا للتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادرة والصادر بها الترخيص على أن يتم البدء في تلقي الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل